الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وعلاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمواصلةً في هذه الجلسات المباركة في شرح كتاب الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى نبدأ عند باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد فضل أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد قال هدثنا قتيبة قال هدثنا عبد العزيز أن أبي حازم أن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لأعواد أجلس عليهم قال هدثنا خلاث قال هدثنا عبد الواهد بن أيمن أن أبيه أن جابر أن امرأة قال ديا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئتي فعملت المنبر نعم قال البخاري رحمه الله تعالى باب الاستعانة بالنجار نعم تيمكن منيزيه كو كاة پنته ما أعيشن كاتاكو ما أعيشن كاتاكو والسناع دا دووان ما أعيكاتيه أنا إيا باشما أنا كو مجيني كو مجيني كو مجيني دوواني من سناعه تيك إيره كوتين وان أبو في أعواد المنبر والمسجد أوجين منبر كو كما مسلاته أنا إيا باشر وانا ترجمة دا حنير لف والنشر أتي مثالي باب الاستعانة باب الاستعانة بالنجار في أعواد المنبر والسناع في المسجد يذما النجار في أعواد المنبر والسناع في المسجد كنان انا ايا بانغار اعكين اعكين مسالاتي انا مي كاة بنتا كو منيزي ميين اعكين كاتاكو ميين واني ابن دي الشاهي بمبري كو تابل نكاراتو كو واني كجيرا نأزاق ورعاني كو واني ابن دا عزا للتاهي لنكاراتو يدي ابن دي كنبقاتاني اسار مسالاتي كو كو ماجيني داني جارة جيني مسالاتي كو عارق اغاشي كو عاريه ونوري لك زودة رواه كو عارق اصلا شدك انا ايا وانا شيني ترجم وانا بابي قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء البغلاني قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني ابو حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة مري غلامك النجارة يعمل لأعواد اجلس عليهن سهل ايكي تشوى رحمه الله تعالى وهو ابن سعد السعدي قال بعث رسول الله الى امرأة منذ الله صلى الله عليه وسلم يا اعيكا وجن وتماتا يا اعيكا تشوى مري غلامك النجارة كي امر تشوى غلامك اسالين غلام ياروني اما جيه اشارك وشكا نجا تاقباتا تيوا يا زما انسا دعانتي غلام انا نفهمي كوي عبد كوكوما مولا كوكوما مولا تو وانما مري غلامك كي نكي تيما يارونك النجار شيني ميأيكا كاة ميأيكا كاة كوميني زي يعمل لي اعواد يمني واسو ان اتاتي كو واسو ان جيش كي ابا بان ريك او كو ابند ذا اي حتوب من بري كوي شيني معنش اجلس علي ان زون واس غري كو كو ما ان سعيد حتوب كو دم ما متاني جوابي كو وان او ميك 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 كنان ازاه رم وان كاة مزال شيني ني ما تن كار فار كو عمان يحيييييييييييييه سعيد الله سعيد ميك او ميك نصر جيش او سعيد الله ال عمان صلى ميك او ترجمة نانسي قنع 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 نانسي قنع حافظ عابد ترجمة نانسي قنع 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 كان عثمان رد الله أنه كما سبقت الإشارة لم يزخرفه ولم يزينه أكثر مما كان إنما وسعه أكثر مما كان في خلافة عمر رضي الله عنهما قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة لعل الذي كره الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسيعه توسيعه يلن با سنكي سوران سكي كأمي عدو كأكاواتاشي غي يهترا نوئي سبقت ديك نو عثمان كارين دا عمر يمي دا لأكاك عرش دا لأكاك عرمي فاقدي عثمان دا يزو سيس سا دواز وما سوزاني واند ذي كارا مي كو كومو جاني يمبوتونا سيشي ما سا دواز واند دا إتا chang دبيونوني تو يلا جانبا إنكارين بارد داون سكي مشي با إنما سكي مشي سنا مي إنكارين ميني غي يثا مشي أبن دا با يكي با لوكي تن مزو الله صلى الله عليه وسلم كينا كاغا انان دا أكا وانبانا مسجد كومو ألاف وزان حديثي حينبانا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كاغا اي بايشي اي نحن جيناش مي يي فارد آو كينا نحن جانا مالويا سكي وكودة باكي خجينا صلى الله صلى الله باكي عزكي عنجنش أما سيكا كارش كانا دا هو كنتين واندقنا كنتين واندقنا مسما ما على فضل حديث دا سوكي دعوة نمان بناء الله مسجدا دا تكن طرق دا فضل حديث دا كو عطاة ولو كما فحص قطاة كولا دا قروب قطاة حمجية كوان انسو مي مي كم عادة معروف قطاة كنان كو مي كن انت اي كن كن كما اجينا مسلا كما اللذي مي جينا اللذي مك وان فلا لد صو دا الهير ان كن اجينا مسلا لات قطاة قال ابن الجوزي قال من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الاخلاص يعني هذا العجر يرون ان من جعل علامة لاسمه فليس له هذا العجر وربما فهم ذلك من قوله يبتغي به وجه الله ومن كتب اسمه ربما يخالط نيته الرياء او حب الشهرة او السمعة او مدح الناس ولذلك يرون ان اولا يدخلوا في هذا العجر قالوا من بناه بالاجرة من بنا بالاجرة ها اذا انبيامتو يجينا شي يجينا ينا شكا اشكا بيشكا يؤجر من بنا من 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 استؤجر وبنا مسجدا هل يبني الله له بيتا في الجنة ما قولوا على امه امام القريمة انا شكا نعم ها وان قارقوا ما صنع ما قيني هم نعم 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 على حسب النية اها ان نوى العجرة مع المال اجرة هو نوى العجرة مع الاجرة نعم 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 ما لانه يا جارة يا جارة يا جارة اه اه كنا انبادا انكو ليهي بكو كنا انباشكو اه اه اخر الاقوال لا لا اه ها ها اه 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 انا يتسوا عموما ينا دلالا اه 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 هده اه اه يتبع هذا يجب أن أتخذ هذا الطبع فأنا أعتبر أن يستطيع أن يكون مادما فأنا نظر عبادة أنت زرع وأن ي theres الإجاني فقد أشهد إجاد فأنا سأثق فهي تسرعية ثابت نظر بعدها أنه يبعد وعدها لكن فهي تسارج لا يمكنها لأسفلتك ولكن لا يمكنها المستخدمة لديوا معي لا يمكنها المزيدة لا تدرسي لا تدرسي لا تدرسي كبه كبه ناير اعراونا او بنسونا ديوه اذا ينزم انبياك كجي كي ينورم بناكو كالصو بناه كان هذا ظنبي كبه كده هذا ظنبي اما تو تندحك اني كان انما انبياك كي ايكي على خيري شي ما كان رمي كمان لا ده كما يندمه قني وفي بضع اهدكم صدقه اذا مطياج الليانجي اه يا تارو اعلانش القويم فاعلت تسام اياد ذا يدسامن آم ميكي سوناش او اشده باقات الشيكو مسأنا لكو الا ده ده وانا بيحانا لا ده ان شاء الله تعالا ايوا نعم يا الذي رمى به الجهاد الربي لذلك في هذا الحديث في السهم قال صانعه المحتسب في صنعه صانعه بشرط الاحتساب ويمكن جمع نيتين في آن واحد أن تنوي الأجل من الله ومعروف أنك ستؤجر لأن هذا العمل ربما هو واجبك أو يعني ما تجري به ما تقول به أهلك تبس أنا أبقى كاهري جدا مخلاتي أهلت سيري شي مصنيب أهلت أبقى أشكري أما كاهري معاملة جدا مخلاتي يا إيكاين يا إيكي أسعي كاي يجري دكاو النمب أهلت لبالهي باني بالهي باني بالهي باني قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابي ربنا عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها نعم وأن باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد مطنية كامي سئين ماشي كوكيه ما سسوكانش إذن ذي بمسلاتي يوتي إن ذاك بمسلاتي كراثة كان هذا ماشي كوكيبو كوكيبو إن باي دريقة توكا كامي وجنس إن دان كاكا زوبكا دوربة كتوتا المسلمي ديش قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان هو بن عيينا قال قلت لعمر يتناتي معمر وهو ابن دينار ولعمر أسمعت جابر ابن عبد الله يقول شنكاجي جابر ابن عبد الله أنا تهوى مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بن صالحة أمسك بن صالحة إنها أمسة 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 أين الجواب جاء فيه لواية أخرى فقال نعم أمر لو سفيان ابن عينا يجتمع أمر ابن دينار أسمعت جابر ابن عبد الله يقول شنكاجي جابر ابن عبد الله نتوا مر رجل في المسجد ومعه سهام ونمت يابيو مثلاتي زي بيوتي إنها تقول كده ماشي ماس السكنش ماشي سهام هكذا كده هو سكو ماشي جابرا يقول ذلك وبهن من هنا يتم الرواية أو تتم الرواية إذن وانا الشي لديه محل الشاركي عندما قرر متنية توتا مسلمي دا أبون شر زي بياد الشي قال ابن حجر رحمه الله تعالى فائدة قال ابن بطال حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل إن عمرا قال له نعم قال ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره فقال نعم فبان بقوله نعم إسناد الحديث قال ابن حجر هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ نعم إذا قال له القارئ مثلا أحدثك فلان والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين ومنه البخاري أن ذلك لا يشترط بل يكتفي بسقوط الشيخ إذا كان متيقظا وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر والله أعلم ولو بدون نعم قاله في الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره توتار المسلمي كودا كرانتي ببان لامريني كينا متنش كيه نعم نعم أعم تشvio يا عمي يا عاقوك يا لو يا Velaba ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر لا يعقر بكفه مسلما نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إصحكال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار لماذا جاء بهذه الرواية آآ آآ وقالنا كنن أتكلم وقا نسخة دا اخ كاو مننا اوين وان الرواية تا أسال انبابي دا كوي بيان المسلاتي هم؟ دا كوي بيان المسلاتي تو أتكنت كتكك الرواية يازو تي قال ابن بطال يعني هذا إراد الذي أجبنا إليه هو أراد أن يقول ليس فيه ذكر المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرواية التي سبقت كافية في الإشارة أو لجواب على ذلك إذن البخاري هنا أراد أي بالشعر الشعر الذي يجتمل على الحق ها؟ وليس الشعر الذي هو خلاف ذلك الله على أحسن الله إليكم قال باب أصحاب الحراب في المسجد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم قال زال إبراهيم بن المنزر حدثنا ابن واهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة تلعبون بحرابهم هنا باب أصحاب الحراب في المسجد ماسو حراب كان يانكي تاكو بيونسو دا ماشنسو دا نونا ياند أكي جباروري ناياكي أماس أين واسارا إيدي كاغة إيدي لوك تيني نانا شايد دا وانا نوئي ناواص تو كودا زا أي تو سي أيمي أمفاني تيرندوكي تيرندوكي كاغة ياند أمفاني سابو دا كوتا تاش يكو مواسائر وانا دا دمي دا ماكامي دا مقود سالو باتالا دا إيما جونا رو نيبا باتالا دا وانسي يتسير جبا تو إرهد وانا باشد الليه ياند أمفانيكينا قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد قال أخبرني عروة بن الزبير عن آئشة قالت ابن شهاب ابن الزبير عروة يا بان لابادي شوء آئشاتات لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقا من ظا الله صلى الله عليه وسلم يوما وترانا على باب حجرتي قوة الدائكين والحابشة يلعبون متانحابشة سنا واسا في المسجد قوة الدائكين قوة الدائكين من ظا الله حابشة سنشهر دائيا قوة الدائكين دائيا يوما زار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه من ظا الله صلى الله عليه وسلم ينا من كاريني ينا كاريني دمي دريقش أنظر إلى لعبهم إن أكلم واسس زاد إبراهيم عبد المنذري حد قال حدثنا بن وحب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عيشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولحابشة يلعبون بحرابهم سيدة مك ينواء الحال الحال سيدة جملة تتكك جملة حالية رأيت النبي ولحابشة يلعبون ناقى من ظا الله صلى الله عليه وسلم حال لوقت متانحابش نسيك واسا دكا ينسينا نايكي يننبو خاري رحمه الله تعالى ينسو يخص تعالى أذن الله أن ترفع سيدة غنان تي وا يوم وانا واسر ياسابا ما ومرندا اللاينة تي وا لوكا كاتا تا حديث انده كم يك تي وايا سوك يوانا شيني حديث ان جنبو مساجدكم سبيانكم ومجانينكم تو حديث انده ضعيفيني شيني كم آيركم باتة تنكروا لعير وانا اللامر توندا أبني واندا انحال التاش انحال التاش نا تي وا واسا نا تي غباء دكار هما دكوازوجا جهالي انتا كاما وانا حال اللي كننبا مطالة بني وتكيل باي سابا ما باي سابا ما آآ وانا وانا لما وانا لما وانا وانا امرنا اقنادوكا مسالاتي نسمم ما باك ارر بني انت اقلوكاسو كنن بيتا كاروك ارر انت كان آية باب انداء كتا اعواص ان وانا كي مسالات الله قال ابن حجر وحكى بعض المالكية عن مالك ان لعبهم كان خارج المسجد وكانت اعشته في المسجد قال ابن حجر هذا لا يثبت انه صرح في طرق الحديث انه في المسجد حتى في بعض طرق الحديث ان عمر انكر عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي السلام ادعو 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 كينا انديكما يدهم وكتا واسادا كاي بازلا واسابا واساني تاردامي تدريب تاردام تارداما ترين انفاني بيو جريش جانا جو ابن دا ماشي مسالاتي وري مسلم تيني تودا ابن دا زيز ما لوحكى مسلم تيني لتي كما الدين بدليش لذا مقدر تي وانا مزمنا منا جر با جكي مسالاتي با با من ينكا جر با تا الديني كو مسابق قط قرآني ها وات تنبيوين الديني وان دي اه يا ساموني اه وانا ابن اه وات انا اي قوام اشهد وانا تنبير دا من زو الله سو سم يما صحب بي تا قو دا تنبير دا بين وانا اشهد مي سفار كذار 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 اشهد اشهد وانا الله تعال قال قال ابن حجر اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو وقال المهلب المسجد موضوع لامر جماعة المسلمين فما كان من الاعمال يجمع منفعة الدين واهله جاز فيه كنان وانهليث ينانون هلتشن كلا واسدت حلت واسدت حلت اذا واسا تا هلت با منكريت كنت يا لتا كلونت انا سكوة دواكي كجيك كلا اما ايضا سكوة كم ايرن ام با تا بابا بنداكي سيه سيه ري دات عبو دواكي اغوان نمبا انفاني وانا كلا تون دانا واساد حان كلمكون يكو مانا اكي دي شركح كوكوة انبا تتتترو حرامو انشكين تبا با لهي اكال ليتا تتتترو حرامو ايضا با مودي بابو اللي مبازلنشي دوكيا بابو سيهر سيهر بابو بينا سريتي سيه متنشي كلا با لهي بانيبا تون دي حالتا اللوغشن اي تون دي حالتا اي تو يا حالتا اكله مغانيكم نعم كنا يا حالتا سألناكم اتمتشي تانا اتكلم نميجي تكلي حسكي تتكلم شبات عردوني قلو نشي عوابا بيا حالتا تون دي حالتا اللا يا برطان تكلم سؤالها لكم وما قد سرره وسكسكو سرره هاي ناس نميجي تلواني احسن الله اليكم قال بابو ذكر البيع والشرائي على المنبر في المسجد قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن ياهي عن عمرت عن عائشة رضي الله عنها قالت هتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام الرسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترضون الشروطا ليست في كتاب الله من اشترض شرطا ليس في كتاب الله فليس له وين اشترض مئة مرة قال علي قال يحيا وعبد الوهاب أن يحيا عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيا قال سمعت عمرة قال سمعت أعيشة رواه مالك أن يحيا عن عمرة أن برير ولم يذكر صعد المنبر باب التقاضي والملازمة في المسجد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاض بن أبي حذرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في بيته فخرج إليهما أتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وعوما إليه أي الشطرة قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضي باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد نبال نفهم با سينكين تكن مسلاته أم بطن هكوشن تنيكي أتكن مسلاتي سينا سيدي سيروه حما ثم من منبر جنا ميه هكوشن بياني وانه شيدي سيدي سيروه ومسل هرامني توفقدن هو كنتي انشاء مسلاتي فانا بايدا مدلا تندكرن ترواتي كوما إلي من ترواتي قال حدثنا علي بن عبد الله هو المديني قال حدثنا صفيان هو بن عيينة عن يحيا عن عمرت عن عائشة قالت أتتها بريدة آشاتت بريدة زمت تسألها تسألها عن كتابتها تنا تمبهت كتابتها ميه كتابة أم أنسا متكويني كينا مكاتبة إذا لنتكو ما سجد جنت سنسا متكويني وانتبئ تاذا مريع تافا شكنت أن يكاتب العبد أي يجعل له قدرا إذا رفعه صار حرا فقالت إن شئت يعضيت أهلك ويكون الولاء لي آشاتت إن كينا سو زم با ما سجد جنن ناكي إن باسو كي يداما كي نيني أنتاكي كي داما نيكي مولاكي ولا إن كينا وجينا ميه ولا إي يداما كينا عدن كتاحي كينا ني كبيل مكوكما إذا يداما كمتو با كينا ميغاد كي إذا داتا تشنغاد مولانتا ذام مولادي أكو يلوح ما تاولاي ذا كانس وقال أهلوها إن شئتي أعطيتها ما بقي وقال سوفيان مرة إن شئتي أعتقتها ويكون الولاء لنا إن شئتي أعتقتها إن شئتي أعتقتها ويكون الولاء لنا سيدة محاية وجيها كي أنت أماموني مولانتا كي أنت ولا إي سيئة غريم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نما زعل صلى الله عليه وسلم يذو ذكرته 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 ذلك كو ذكرت له ذلك تتنامشي كي موكي إذا تامشي إشارة من با وكومي من باب قياميني كو أكت ذكرته آشة قيامشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيئة النبي صلى الله عليه وسلم يجي ابتعيها فعاتقها با مطلع سيتا كي أنت كي سيتا كي أنت كو ذكره كي أنت فإن الولاء لمن أعتق ولائي نانا ننجو وندئ أنت با كو ذكره مطنية سيئة كي أنت كو ما يذو مولانا نحي ينزو توانا بان ذاني با أي كدش ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبري سيئة منظم الله صلى الله عليه وسلم يئي سيئة منبري وقال سفيان مرة فصعد المنبري سفيان وكما وانا لوقت يئي سيئة النبي على المنبري فقال سيئة النبي ما بالو أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ويدمي وسموتا نيسو كي شرقا تشارقا باسا تكيل اللطنية الله كي أني باسا تكيل اللطنية الله بادول لسي هذا سيئة النبي ستاكي روتو فاتا سيئة سيئة النبي وما داكم الرسول فا سيئة النبي وما لا اشترطا شرطا ليس في كتاب الله دون شرطا شرط شرط لنه فليس له تو بايد وانا شرط وانا شرط وانا شرط مئة شرط مئة مرت شرط دار يس قال علي وعبد الوحاب عن يحيا عن عمرت نحوه وقال جعفر ابن عون ان يحيا قال سمعت عمرت قالت سمعت عيشة ورواه مالك عن يحيا عن عمرت عنا بريدة ولم يذكر صعيد المنبر كنان محل شاهد ان ان بيانه كنت ان كاس وانتي اض ook عمرت عمرت عم blown ورواه مالك عن عمرت عمرت عاناتhip عنتنا صرف عمرت 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 عم مكان العمر رواه مالحم مالكniejsze ورواه مولن اوبان سمعت عمرت عisia نعم قال باب باب التقاضي والباب التقاضي والملازمة في المسجد التقاضي نيمن أبياك باشي نيمن بيان باشي والملازمة حكا داقي ما وجاء أبياكك يا هلتا تسكن مسألة عام إلاحة ولمالك في كأ信ين مالك قال حرب الله ابن محمد قال حرب الله بن عمر قال أخبرنا يونس عن الظهورية عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كعب كعب هيك توا ابن مالك كعب يعني مباشي شيق ابن حدرد دينا يعني مي اذا ابن حدرد يبياش باشي كان له عليه في كان له عليه باشي ان دا ما ياتنبوش شي في المسجد اشكي مسلاتي على الشاهد فارتفعت اصواتهما سي مريس تتاش هي سكت مريح ابن اتم بياد امسا دوا هيا كي مريس تتاش سما حتى سبيعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسيدة من زع الله صلى الله عليه وسلم يجي مري السوء وهو في بيته ينا قد انشي فخرج اليهما سيحت حتى كشف سجف حجرته سيدة يا اي لابلي يا اي ريدوه لكن شي قصواني فنادا يتسي يا كعب وياك كعب قال لبيك يا رسول الله كعبي عمسا ومن زع الله صلى الله عليه وسلم قال ضع من دينك هذا كرقي كوك ياهي كوك بر كجد لقد كنباش كذا واو ما اليه الشطر كنا سيمة اشارة دا ربي كو حكا كوان ابرسك اشارة ناقانة شوها ربي اكي نفي قال لقد فعلت فيا رسول الله يتشيتو نا امن تيكي نا اي نا اي ربي قال سيكمشي حدرد ابو حدرد تيمشي توقوم فقدهي مزالة تيمشي تاشيك بياشي كا غنن ابنا فرقولي يا هلتا نيمن باشي تيكي مسلاتي سال ناقوم كاي انكاي جي كاي سلوهو سلوهن دا ذا كاي كان ايكا نيمي ونعيشنا لنيش بيها انكم انا غنن ابن يا مينويني انيمي ونقيت نارجي يمشي سايشي كومي بيها ابن ديكي اي وادكا سلوهو نيو انن يا هلتا بالما ابني ميكيو لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بسلقة او معروف او اسلاح بين الناس لنمونغا ميمن باشي اما انا ملازماتك انا اتوا ات لغمورد دي اولا ام ملازمان لنبا متعامشة بيها شبا ميكا ات لغموريا دودتكين طرقنا حديثين لكويلة فزين تيوا فلاقيهو فلازيمهو دللابن ابي حضرتك تيوا قال بابانشنا ده باشي اتوا امي فلاقيهو فلاقيهو فلازيمهو فتكلم حتى ارتفعت اصواتهما ننكرر ابو هدرد كينازو هدرد اما قد لغمورد تذما كما تاوتشي مسالي تاند دي ذما باب لدبي اشكي مسلاتي على قطعا اذا اظرا من قطعا اشكية مسلاتي هدرد اذا أن Kraft وقد لغمور كاعقه في وقت بعد عن奶 أولو يبدوا تإمري قال المحلب لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لهما ذلك وهناك أنه أقرهم على هذا على هذا القدر من غير المجاوزة فيه قال ابن حجر قلت ولمن منع أن يقول لعله تقدم ناهيه عن ذلك فاقتفى به وقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت الموجبة لرفع الصوت كما أنه منا فهمتر إشارة تنعيك تنعيشارة أن ميرا جيمش يدامي ربي يقاني باتاري عيما غانا كانان كوكا كاسواني أحسن الله إليكم قال باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمال بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان باب شاري مسلاتي سبتتشي والتقاط الخرق دا تنتي سمه إنسان رقا أولا سكا والقذى دا أبن داك قنتم كارا ري قنتم سعكوا دا أبن دا بداتي بابراتي مسلاتي والعيدان شيني قنتم إداتا ين كارا ينس ينان سبتتشي مسلاتي دا وانكيشي دا جاريش وانا شيني بها النباب وانكي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد كما صرح به عن ثابت ابن أسلم البناني عن ثابت عن أبي رافع أبو رافع اسمه نفيع النفيع يعني عن أبي رافع ونفيع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أبو هريرة أتشي ونمت باقي يهلت أعبا شلو نمت دا قتمتشي باقي باقي بان تاو باني با كو قرق كو مكاه أعو مرأة سوداء كو تما تابقى كان يقوم المسجد يناشار مسلاته من القمامة يقوم يقوم المسجد يناشار مسلاته كوتا ناشار مسلاته فماتا سيامت من يمت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه سيمن ظان الله صلى الله عليه وسلم يتمبا سيمن ظان الله صلى الله عليه وسلم يزو وجن قبر يمت صلى نان شك دا اكي احكين عبو حديث ابي حريرا يزو وتريوائي دبان ودبابا شكو تيو ان امرأة سوداء وتماتا بقى كينا باتارش كوب بل ما رواية بيحقي يازو سون انت ام محجن ام محجن كينا وانا ينا نون سبت تيو مسل لاتي بل ما مهم منت حاكان لكم مهم منت ما ينش سو صحب وطي سان غن متن با واني ببابان يأت كن صحب باي اما منظر الله صلى 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 وطي مهم منت هل يت ام انا ايتي وان قدي تقوم المسجد انا شار وص تي انا ذا كانت مولاعة بلاقة القذى من المسجد انا 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 كما قال اهل اللغة القذى اذا كان في العين والشراب ما يسقط فيه ثم استعمل فيه كل شيء يقع في البيت وغيره اذا كان يسير كل شيء يسقط في البيت وغيره اذا كان يسير سما القذى زاد خزيمة في طريق العلاء قالوا مات في الليل فكرهنا ان ننقذك هو حديث صحيح وفي في مسلم زيادة قال في اخره ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاة عليهم صحيح مسلم في الجنائز وانا هديث ان دي يكو يفعل صبت يموس سلات كوما ان وانا موك عيكي كونا عيكي غور بح غانش با تنب سواء ميش را كو مي قادي كوما عيكي كتنب يناش ين واني كوما متون أساك بشكول دا الخير أساك ميش مي مي أمو أساك مي لكوما قطع ترو دا هلارت نمي جنازة نعم ايضا نعم مسأل اذا اي جنازة باقصامو حرارت التبا كوما كان مسما كاي مال مين اقري غرا عيكي جيد بان كمي تان كمي صلات 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 احسن الله اليكم قال باب التحريم تجارة الخمر في المسجد قال هدثنا عبدان عن ابي حمزة عن العمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما انزل الآيات من سورة البغرة في الربا خرج النبي صلى الله من المسجد فقرأ هن على الناس لما حرم تجارة الخمر نعم قال باب تحريم تجارة الخمر في المسجد مياه في دولنا ما معناه تحريم تجارة الخمر في المسجد نعم في أول الإسلام حرام تجارة الخمر في المسجد الخمر حرام وهو نجيس وغير ذلك لكن يجوز ذكر حكمه في المسجد أنه حرام قال حدثنا عبدان هو ابن عثمان أبو عبد الرحمن الأزدي توفي سنة مائتين وواحد وعشرين عبدان ابن عبد الرحمن قال حدثنا أبي حمزة وهو محمد بن ميمون محمد بن ميمون توفي سنة مائة وسبعة وستين هو سقة فاضل عند الأعمش سليمان المسلم ابن صبيح الهمداني أبو الضحة الكوفي توفي سنة من؟ مسلم ابن صبيح هو ثقة كما قال ابن حجر عم سروق معروف أحد الأعلام ابن أجدع أنا عايشة أم المؤمنين بالصديقة بنت صديقة قالت لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا لوقت آيو كي تكن سورة البقرة سكسبك نهرمت الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم سيمان صلى الله عليه وسلم يحيط إلى المسجد يزم صلتي فقرأهن على الناس يكرم تام متانيس ثم حرم تجارة الخمر سألناكما سيحرمت كاسوانجين قيا هرمت كاسوانجين قيا كأن أنا إيا دمانا أنا كما يدم كإشارة هودا إنت قيا شان تألف عشاني هرام أني عاك ذلك أي كي لإتلا صور نسو تأما أنبط هون كنت نت دانس وطر هاق مسلمي با مطال بني نعم أبو حمزة هو السكري ذكرنا سبب تسميتي سبب سكري جفر نعم أبو حمزة نعم سبب أبو حمزة قيا يحب البنزة قال ما يحب عشان أبو حمزة أعط أبو حمزة بحمزة أحسن الله إليكم قال باب الخدم للمسجد وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه قال حدثنا أحمد بن واقت قال حدثنا أحمد عن ثابت عن أبي رافع نبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره باب الأسير أو الغريم يربض في المسجد قال حدثنا إسعاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارها أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكانني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوال المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب حبل ملكا لا ينبغي لأهد من بعدي قال روح فرده خاسئا باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع با هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني هنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطه بسارية من سوال المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثماما فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الخدم للمسجد ما صحيح دماء كيب أن تموتون وانا شيء أيكي لما صلى الله تشكي وما وانا ذهي في سبيل الله هنا دون نشيني أولا إنكم هذا ما دول سأن لو كنا وينشتوا وانا كمش ما باب إليه سيد الله دباليبتي وقال ابن عباس ابن عباسي نذرت لك ما في بطني محررا بسدت ناي نام بادا الواش أبندك تكن تكن وتقيل ألوك تنصب أياها لتا مطنشي بادا الواش ليش نذر أن ينذر ابنه ويجعله في بهنة خاصة وهذا هنا معنى محررا أي خالصا خاصا يخدم المسجد كما قال ابن عباسي محررا للمسجد يخدمها كما قال ابن عباسي عن ثابت عن أبي رافع أن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة أي لا أظنه وتمت كما قال ابن عباسي كما قال ابن عباسي يربط في المسجد تفلت علي البارحة النبي صلى الله عليه وسلم يت وني إفريت لغا تسكي على جنه يعني إفريت قال ابن أنا كان من الجنه كانا واسقوا ما نوئنا على الجنه فكم سونا وني وبنشئ آنيني إني إفريت من الجن ونقاتهم على الجن تفلت علي البارحة يا بجرومني تفلت ظهر لي فلتة بغتة أعرض علي يا بجرومني البارحة دارنجية أو كلمة نحوها كما قال ليقطع علي الصلاة دنيا ينكي من سلا كما قال ابن شينكي من سلا فأمكانني الله منه ألا يبان دامشي فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد سيني السوء آمشي قواني جنشكي كو بوتو كو بيلا دقاتكن جنشك أمسالاتي حتى تصبحوا حقوا يقري حقوا يقري وتنظروا إليه كلكم كم دكو كاللي آمشي كو دوكا جنش فذكرت قول أخي سليمان منزع اللاج سينتنا مغادر قموانا سليمان ربي هبلي ملك لا ينبغي لأحد من بعد يا ألا كبان ملك با ونذي سام إذن شبايانا قال روح فرده خاسئا سين روح يتي سين اللام ميدام النبي شي أقاس قانتي كو كم ألا النبي كالي شي أقاس قانتي أو لا قانتي ون فرده خاسئا شي ما يزور وهي مرفوعة دقات منظر الله سين اللام ميداه أقاس قانتي أو لا قانتي كينا روح هو ابن عبادة ابن دكي نفيدا وانا بابن يا هلالتا درمي أسير كودا اللوكتن كم كافرين درمي تكيم مسلاتي كما يندم زوالله هاقنن يا إسلالي دمي درمي شئتا توند ينبغي كامش درمي شئتا مؤسير توند كلون تكيم يمكن شئتا إن الشيطان لكم عدون فاتخيذوه انقص عمي كاركي شكا اي كأكاس مؤسير كأكاس سيئة ميتبا كأكا ايو ابايا رصي واساد شي يران اكي واساد بيري كما مش وانا ابدا كبير توشين بخاري استنباطي حالة شنط المي أسير كودا كافرين عشك مسلاتي كما راند منزو الله يسو كأن دام الهم من السنة هم نية منزو الله كي توند هم او تقارير او هم صحيح توند نية هم انتو ايو مضال بي مضال اترمش توانا كما وجف شاهد هم هم من داي جانا سنن يازو رواية عبدالرزاق في المصنف شيئ يازو مزال لسورة لموسا موسا وانا ماجي كوليا لونن سورة مزال يزو مزال رواية مسلم كما جاء بشهاب من نار ليجعله في وجه صحيح مسلم في المساجر وموضع الصلاة وفي حديث عند النساء فأخذته فصرعته مزال كان وشيئ كاد فخنقته يمقر حتى وجدت لسانه على يدي حتى وجدت برد لسانه أو تدو برد من نشأل يمقر وانا برد من نشأل من نشأل انتقام وإنه في حالة مزال من نشأل يزو موسا موسا كوكا ماجي كوي مزال 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 لسانه مزال مزال لسانه يط هر ارفع صوتك غريب غريم المدين عندك لك على شخص دين هو غريمك مديون قال باب الاغتصال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد بابي ما يبياني هو كائد إذا مطيئا سلنت أما أبندك أعلم بابي يكيد علاق هذا ثور وربط الأسير أيضا لكم ترمي أسير برسنا عندك كامو في المسجد أتكين المثلات وكان شريح يعمر الغريمة أن يحبس إلى سارية المسجد شريح القاضي يناتوا لكم تنبي حر يبيا إذا كنت يبيا كما يساموا بها إلى سارية المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليثو ابن سعد قال حدثنا سعيد من أبي سعيد قال سمع أبا هريرة قال يت ثمامة ثمامة ابن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد سوكت درمي شكت فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يحيط إعسك فقال يتي أطلق ثمامة كسكي ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد سيئت إذا كان يبين ذكي كسا المسجد أو تريو سيئت فانطلق إلى نجل وابندك في نجل قوي الرواك لما سقود كورو ما سقود نجل فاغتس سيئت ثم دخل المسجد سيئت سيئت فقال يتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ناش إتي واب أبن بو تعد تعد سيئ أن محمد الحديث في حديث مثل رواي بو كما فالي لدينا أشهد من نشاهد و نشاهد هناك حديث من مناسبة بأبن ينشهد 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 و ينشهد ينشهد و ينشهد أن ينشهد تصدرنا أن تكون نائرة مباشرة ولكن لديهم تصدرنا لا تصدر كثيرا ولكن لديهم تصدرنا فإنما تصدرنا لقد سعداء الهدى الشمس قد نهش دائما لقد قمت بفعل بفعل والغتابة المصادحة نصبحت ذلك نوع من تقرير انسان في العنبي يتمرك و إضافة من تفضيل ماذا نحن؟ من هذا النائم؟ مينين كريبتو تطلق تيك توك لكن هناك شيء آخر نبين يونس نذكره محالك وانا جاه موتاني قد صلى الدرد يا وكما ذكرتك يعني كلمنا سوفنا لا أصدق تيك هذا يوم لقد ذكرتك ليس لك وحسن احسن الله إليكم قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم قال حدثنا زكري بن يحيا قال حدثنا عبدالله بن نمير قال حدثنا هشام بن عبيها نائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعل يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعل يغذو جرحه دمع فمات فيها الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم أعلم هو أعيكي مسلاتي كرمه دان سبود مرسا اللهية كوه وسنس تنبا يكون من قد أعيكي دائكي ما ياري كوكم بيوا كوه نعبهك تو نمّا أعيكي مسلاتي دان سبود مر اللهية حلت يومنك يا حلت قال حدثنا زكرياء بن يحياء قال حدثنا عبد الله بن نميل قال حدثنا هشام عن أبيان أشهت قالت أصيب سعد أنجيم سعد ابن عبادة أنجيمش أصيب سعد ابن معذف آه سعد ابن معذ أنجيم سعد يوم الخدق في الأكحل الأكحل جيجي يدكي هنونا بابا جيجي أنا سواءة يمتا فين أنجيمش أصيبه أنجيمش أصيبه أنجيمش أصيبه أنجيمش أصيبه أنجيمش أصيبه أنجيمش أصيبه إلا الدم يسيل إليهم وفي المسجد خيمة من بني غفار قلبت ودنكو قاني ديك كيانان يعطو كرمانر إما ذما فلم يروعهم معنى الشي فلم يسرعوا به فلم يفزعهم باسي قوغا باسي سوري سي لوغتين دا إلا الدم يسيل إليهم سيدا سواءة جنين وزبوغا قديس وفي المسجد خيمة أتكي ما صلاتكم داكو تروها من بني غفار تبنو غفار لوغتين سواءة سيد جنين حي أصيبه فقالوا سواءة تيمي يا أهل الخيمة يا كورو هما قبتمو كيانا ما قتروا هدكي يجيفهم ما هذا الذي يأتينا من قبلكو ميكي زمن داكو وجمكو ميناني فإذا سعد يغضو جرحه دما سي سعد نيأ شي يرونيشكي زبردا يغضو يسيلو يرونيشكي زبردا مي جني فمات فيها سيارة سواءة كيروهن كوشتكيونا ريش الله كيان ذاك فيها يعود إلى الخيمة أو المرضى يعني هذا المرض لأننا فلم يرؤهم إما إذا ما بس قوقوت قوقوا بني كوكما كما قال الخطاب المعنى أنهم بينما هم في حال طمأنينة حتى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا له فقال غيره المراد بهذا السرعة لا نفس الفزع الذي يليه نعم باب إدخال البعير في المسجد للعلة وقال بن عباس ضاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنتي أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مصدور باب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتالة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين عيديهما فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله نعم باب إدخال البعير في المسجد للعلة للعلة أي للحاجة شكرا درقوا بمسلتي إذا أنبقات هكذا كذلك سألون بقات هذه إساء وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير ابن عباس ما زال الله صلى الله عليه وسلم يهدوا في أكررق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة زينب دير أبو سلمة أم سلمة تتشد ما أفيت عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ناكيكوكي وجم من صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم مصطور يناكارن توطور وكتاب مصطور أتكين صلى دا شكيه كانن أولنا حديث كمريان دا ابن بطال أقوه هلتين شقاء دا مسلات أتكين دا شقاء مسلات دمي دا دبا ودكتن ناما تصود هتعال انت با نجس بني هتعال انت با نجس بني وانا كانن نعم الله على اي يازو نورا كارن تا كافرون دا 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 قلوه الله أحد نافلة كان زابي أصل النافلة دي أران ستر ستر ما بينا وإلا وات تدرك ما أصل النافلة فلو أبينا شو ما قوي وانكم با 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 اللبن ومصن يادا قانتنا وجس صلت ها انصر حتى الله أهلا قال باب قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا معاذ بن عشام قال حدثني أبي عشام قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلين أنا سئ المالك يا مستوى صحابي قدابي سو ده سيد بن حضير ده عباد بن بشر ده صحابي صلى الله سلم خرج من عند النبي صلى الله عليه سلم سن هت ده نبي صلى الله سلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المسباحين تار ده سو سم ده وان ابو كمهت لأ قدابي كمهت لأ بيرس وان ده سين كرام من الله صلى الله كرام يدي سن 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 يدي ثان لو كمهت سن سن له سن س كون ه س ح تأ ه س قال ابن حجر وجه تعليكه بأبواب المساجد هنا من جهة أن الرجلين تأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار الصلاة العشاء معه فعلى هذا كان يليك أن يترجم له فضل المسجد إلى المسجد في ليلة المظلمة وعلاق الشدباب وأن فين سواء سندتي وجمه صلى الله عليه وسلم سندتي وجمه لذلك حدقتان وعددوا سندتي وجمه وعلاق الشدب وعلاق الشدب المساجد في تلك الظلم بالنور التامي يوم القيامة حدث ابواب داود ترميذي حدث كنتم وصيد ابن حضير عباد ابن بشر عباد لكن هناك رواية تفصيل سمك حاصل عن بسر بن سعيد عن نبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمة لتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سدى إلا باب أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يا على بن حكيم عن عكري ماتا عن ابن أباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقه فقعل على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر باب الخوخة والممر في المسجد الخوخة هي الباب الصغير الباب كان يكرا مقوها كيف الخوخة والممر كم أورين به كمانا شكو سنتين قال دائما أبو خاريا نزعبا لفظنا حديثي كود وشهدورش لفظنا دائما تسكن حديثي قال حدثنا محمد بن سنان هو أبو بكر الباهلي سبق توفي سنة مئتين وثلاثة وعشرين وهو ثقة ثبت قال حدثنا فليح وهو صدوق كثير الخطأ فليح ابن سليمان أبو يحيى الخزاعي فليح ابن سليمان أبو يحيى الخزاعي توفي سنة مئة وثمانية وستين قال حدثنا أبو النصر بالضاد ولا بالصين بالصاد عندنا ضاد أبو النظري هو سالم ابن أبي أمية سالم ابن أبي أمية التيمي توفي سنة مئة وتسعة وعشرين مئة وتسعة وعشرين وهو ثقة ثبت وكان يرسل أن عبيد ابن من؟ ابن حنين عبيد هو أبو عبد الله المدني وهو ثقة أن بسر ابن سعيد أن أبي سعيد الخزرية قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكان الله صلى الله عليه وسلم يا خطب أن أبي سعيد الخزرية فبقى أبو بكر السدق سيء أبو بكر السدق رضي الله عنه فقلت في نفسي سيء أبو سعيد سيء أشكر رأينا سيء نتنا ما يبكي هذا الشيخ وانا سوهم كوم مكساش كوكا إن يكون الله خيار عبدان بين الدنيا بين ما عنده دن الله يابا باو زابي ساكا نن أبندك دونيا ساكا نن دونيا دا أبندك وجان شي الله فاختار ما عند الله سيء باو يزاق بي أبندك وجان الله شي غنسك ما عي أبني مكيوه فكان رسول الله هو العبد سيء بي أبندك سيء بي أبنك أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبكي سيما انظر الله يتمشيهك أو بكر باركوكا إن عمان الناس علي دو وان ديهي مني دو وان ديهي كوواتك متاني مني كوتاه ليس من المن المذموم وان داك متاني إحساني كهواتي نا المن بمعنى الإحسان والجود بالمال والامتنان وان الامتنان ينين كوتاه ديهي وان ديهي كووة يمني يمني على خير في صحبته أبو كانت تكشد مكري كوة زمان دا مكري ومالهي دا دو وكي أشي أبو بكر يعني كي كاهي كووة مني أم فاني دا دو وكي يكا داكو ما زمان دا منكي دا كي ولو كنت متاخذان خليلا دا زرق دا ناكسان چيميرك أنا وانني أمطع خليل ببمسوي كوبة دادئي من أمتي داكتكال أمتا لاتخذت أبا بكر دا أبو بكر ذرق وانا كونانون باللأ أبو بكر صديق داكو ما جرماش وان من زالة صلى الله عليه وسلم كم تي أواب وانده هشي باللأتن دا بيتي واني باد دا من زالة ذرق دا أبو بكر ولكن أخوة الإسلام وموضته سيدي بلتا إن قوانا أنا مسلمتي داكو مصوية مسلمتي ولا يبقى ين في المستنباب إلا سد داكتكال أبو بكر أبو بكر وانا ما كتشان أبو بكر وانا ما كتشان أشي مقارمي باللأ لأنه يحيسو إليمي إلا من زالة صلى الله سلم تياسي سوى سفيد من الضوانم وانا ما كتشان أشياء من زالة من زالة سيدي بكر قال حدثنا عبد الله بن نمحمد الجوحف قال حدثنا واحد بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يا أبن حكيم عن كريمة عن ابن أباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه منذ الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس يتياهت وترانا اتكرش الله حد الرسول في مرض الذي مات فيه عاصب رأسه بخيرقة ياترمي كانشد ونيكاليكو ثم كورقة فقعد على المنبري سيزون عباس المنبري فحمد الله وإثناء عليه يقوله مع الله ثم قال يتين إنه ليس من الناس أحد باب ونقيا أتكر متاني عمان علي في نفسه وماله واندف من أنفانيكو الخيري الشي كان كانش داكو مدوكي الشي من أبي بكر سمق أو بكر ابن أبي قحافة ولو كنتم متخذا من الناس خليلا دا ذاكسان تذرك وني ما سويكو بدا لأي أتكر الأمات لاتخذت أبا بكر خليلا دا نارك أو بكر أمطع خليل ولكن خلط الإسلام أفضل سيدي سويات مسلنشي داكو ما مودا داكو ما أمطع المسلنشي يابي سدو عني كل خوخة كليكي كووة جهودة كووة جهنيا كرما في هذا المسجد أمطع الله غير خوخة أبي بكر باندى قوفة تأبو بكر نسجد ديك ما نخلط سويات أمام يسعنا نيودا سويير وانده كي سوتارات ضوطي كتاكوينة تو الله سبحانه وتعالى شي يارك إبراهيم خليل كوم سأل نم يارك أموز 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 ذا شي كي كارك منظرة خليل أما شي بيدي ورينساك بانغرن خله بعد باب ورينساك بانغرن خله سيدي كي كارك خليل أما شي لا يتخذ أخليلا لأن خلط الله تعالى صدت الموضي ينصح التعبير شي يصحب بصانة مظلة خليل أما شي بيدي خليل صاعدة أكبر أعيد سيتمي أو صاني خليلي خلال الل Elliot سلام قال النووي في قوله إن أمنا الناس قال العلماء معناه أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله أحسن الله إليكم قال باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها قال حدثنا ابن نعمان وقتيبة قال حدثنا حماد أن أيوب النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعى عثمان ابن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الأسطوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى الأبواب والغلق للكعبة والمساجد باب قوهوهي دكما الغلق كوراي قنبنا قنبوه ما يسد الباب به الغلق للكعبة والمساجد كان أنا عيما مسلتني قوهوهي دكما قنبنا دكما كعبة قال ابو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن عبي مليك يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها يتياك عبد الملك داكاقة مسلتن ابن عباس داقوهوهي دامي هنا الجواب محظوف تقديره إما لرأيت عجبا أو لرأيت شيئا أو حسنا أو شيء غير ذلك قال حدثنا ابو النعماني محمد ابن الفضل وهو عارم وقتيبة ابن سعيد ابو رجاء أنهما قال حدثنا حماد بن زيد عن عيوب عن نافع عن ابن عمر عيوب ابن أبي تميم تميمة استختياني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يتياك النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة يازو مكة فدعا عثمان ابن طلحة سيكرى عثمان ابن طلحة ففتح الباب في عثمان يبودقوها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم سيئ النبي صلى الله عليه وسلم يشقى وبلال دابلال وعثمان ابن طلحة سونا وسهدو كان بلال دابل سيكرى عثمان ابن طلحة سيكرى عثمان ابن طلحة ثم أغلق البابا سيكون من ضع الله صلى الله عليه وسلم يريه قوها ابن الطلح حدث كانت تسأل من ضع الله صلى الله عليه وسلم يريه قوها دان جر متاني سيسعمان شقد من ضع الله يوانى سنة سوميشن شكرا بك دي ابن بطال يبقى دا كوكما دنجر اه يزاما كاثن دي اند من زال شكا متاني سيكوي دي شيكو سيكوي كوينشي ستشقا هاي يزاماني بان اقوائسكن شكار دي دا كوي الا الدوا دي سكفا دي اه با ينحكا ثم اغلق البابة سيوان زال لا يرهيقوها فلبث فيه ساعة يدن سياه ونلوقتي كأنا اجكي ثم خرجو سيسكحتو قال ابن عمار ابن عماليتي فبادرت فاسألت بلالا سين اي سوري نسلتن بي بلال فقال صلى فيه بلاليتي من النبي هاي صلتك فقلت في اي نتي مجتوئنا اي في اي موضعين تانيون العوض قال بين الاسطوانتين فكان ان جنشك اي غدابي اي ساريتين قال ابن عمار ابن عماليتي فذهب علي ان اسأله كم صلى سين اي منتي بان تنبيش با اه بان تنبيش با ركع نوي اي يازو اوني روايت شو عركع بيوني اما ذمدك بايتن ابن عمالي تنبيش كو كما ياي بان ركع بيوني كان قرمتن ابن ذا اي نسلها تند اما بيوني كوهدوكو شيدة كوهدوكو تقصتو شيدة بيون تبسني كيانا يا صلتك احسن الله اليكم قال باب دخول المشرك المسجد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ان سعيد بن ابي سعيد انه سمع با هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن اثال فربطوه بسارية من سوار المسجد باب رفع الصوت في المساجد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجوعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيل بن خصيفة عن سائب بن يزيل قال كنت قائما في المسجد فأصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من انتما او من اين انتما قال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل البلد لو جعتكما ترفعني اصواتكما في مسجد رسول الله قال حدثنا احمد قال حدثنا بن واهب قال اخبرني يونس بن يزيل عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب ابن مالك ان كعب ابن مالك اخبره انه تقاض ابن ابي حد رد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله سلم في المسجد فارتفعد اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله سلم وفي بيته فخرج اليهما رسول الله صلى الله سلم تاكسف السجفة وحجرته ونادى يا كعب ابن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فاشار بيده انضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله سلم قم فقضي باب دخول المشرك المسجد شجر مشرك مسلاته منك كما ارون نبايا نترمي اسيري اتكي مسلاتي قال حدثنا قطيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع اباه ريرة يقول يتياج ابو ريرة نتيوا بعث رسول الله صلى الله سلم خيلا قبل نجد ما زع الله صلى الله سلم اعيك دواكي وانجر نجد فجاءة برجل من بني حنيفة يقالو سمامة ابن اثال سيسكزو دواني متوانا جمي سمامة ابن اثال سربطوه بي سالة من سال المسجد سوكت آمشي غا بطوكو جنشيق انا ديرك اتكي نسك امسلاتي قال باب رفع الصوت في المساجد لغا مريا اتكي مسلاتي جنن اه لغا مريا اما اذا ما دان اليميني كوكوان ابمي انفاني با سيدة مر انفاني با قال حدثنا علي بن عبد الله ابو الحسن ابن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعيد ابن عبد الرحمن قال حدثني يزيد ابن خصيفة عن السائب ابن يزيد السائب ابن يزيد ياتي كنت قائما في المسجد ما انا اسعي اتكي مسلاتي فحصبني رجل سيونا متنجي هيني سيونا متنجي هيني فنظرت سينا ويا ويا فاذا عمر ابن الخطاب سي اشي امر ابن الخطاب فقال سي عمر ياتي اذهب فأتني بهاذين جي كرو مني كوكا ومن وانتا متنم قدائم متنم قدائم متنم قدائم فجئته بهما سين الزومشي دسو قال ياتي من انتما كوسواني او من اين انتما كوكا مسنيي داقع ناكوكي قال سكا تي من اهل الطائفي ممتنم طائفني قال امر ياتي لو كنتما من اهل البلد لا اوجعتكما اي داكو انجاريني داكونا جكم متنم مدينة دانا زانيكو دانا مكروني لا اوجعتكما وجع لا ناجمكو چيو دابولا لكن ترفعاني اسواتكما في مستة سو الله سلامة كون ات اجا مريكو واشكي مسالة شمسان الله سو الله سلام كن انا اجا بس لاشاة تيوه نان اغماردة سوكي مرعن فانيني كوي سلوتو تي الهيراء سيه مصعزلين تيوه سوه واتكي لبا نانسكي ببا ساني با باس الالمي قال حدثنا احمدو قال حدثنا ابن واهب قال اخبارنا ايونو سبنو يزيدا عن ابن شهاب قال حدثني عبدالله ابن كعب ابن مالك ان كعب ابن مالك اخباره انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا له عليه في عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فرتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونه ديث ياغب باتا كعب ياغب عبدالله ابن كعب لابالي كعب يا تنبايو ابو حدرد دي قوكم باشي الوقت منزال الله صلى الله عليه وسلم سيز مرس تطعي ناقع ثمع شيني منزال لشانت كنكي دا سيزور نسو يا تاغالي دو يا تقنسو يتي كي كعب منزال كعب يتي من لباك منزال الله يا رسول الله فعشال بيدي سيونزال لما اشارات واضع الشطرة من دينك قياح ربي لقاتكم باشي انك قال كعب سيكعب يتي قال فعلت يا رسول الله ناير دا قال رسول الله قوم فقده سيت ما أبو حضرت توكيجي كبيعش ينم كماند ما قسن يديك كو أهد السيد يوانا منظر الله صلى الله عليه وسلم يازو أزولي غواه غق أو يواه متوزباد إلمي زيواني جفائي ماسي منظر الله يكالي شبه تارد عمشي بالما ينا حنا عمشي أكوبة كما حديثي وانده دوهي سعده كمصالاتي كو ده شاكي منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانده باشكين دوكيه فايئي كو غنيما انده باتبع بمنظر الله بتي سورانا دي السيد يوانا سنكزو بابو لده بيه متانداجي أمام زي الله سي مسؤوزو دي بشي ما ارموانا انه أمري مسؤوزو دي كوم بياده دي دا فدر الله كتشوا إن اللذين انا دونك من غرا الحوجات أكثرهم لا يعقلون نان لا يعقلون أي متاني باسر إلمييني بساني باواي باسر حانك اللي با قطة قطة اه اه لشن لدي بيه كو لشن اللي مياه كنا فيه نعم 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 ما ثمي فحسبني رماني بالحصباء بالحجارة أحسن الله إليكم قال باب الحلق والجلوس في المسجد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافر عن ابن عمر قال سعلى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول ايجعلوا آخر صلاتكم ويترى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن عيوب النافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتير لك ما غصى الليل قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طلحة أخبره أن أبي واقل اللي في قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فعرض فعرض الله عنه باب الحلق والجلوس في المسجد الحلق جمع حلقة بالسكون والجلوس في المسجد كان حلقة زمى دائرة كوري كما صلتي كما زمان تك أموما جنبابي أي حلقة نكرته هنا مدارسة كما زمان كما صلتي قال حدثنا مسدد ابن سرهد قال حدثنا بشر ابن فضل أبو إسماعيل قال حدثنا عبيد الله هو العمري النافع مولى ابن عمر عبد الله ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاة الليل قال فإذا خشي الصبح صلى واحدة وإنه كان يقول وإنه كان يقول وإنه كان يقول فقال فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة فإذا خشيت الصبح 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 فأما أحدهما فرع فرجة في الحلقة فجلس وإذا خشيت الصبح فإذا خشيت الصبح بيان انشي قال سيدي لا اخبركم على النفر الثلاثة ان باقوا لاوارا متنن قد اوكو اما احدهم ادقات كنسو فآوا الى الله فآواه الله كنان يا نفو اللا كو يازو جعل لا سيلا جب انتش يعني اما فآوا فآواه كمان بغني اه كتاب العلمي كو فآوا فآواه فآواه دكا اه ينا تلا ينا يازو وجعل لا اللا يا كربه واما الاخر اما ديهم كو وان دي سيا بايا فاستحيا فاستحيا ياجيكم يا يا جنوي فاستحيا الله منه سي الله يجيكم يا شكو جنوي انش واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه اما انشان اكون دي تحيش شي يا جوية بايا يا كودكي اللا ما يكالي شي يا جوية مش بايا شي ما وانن اه تندقى هوركم فاستحنا وانن بابن هديسي ودعوكم مناغنن بيانن زماتك المصلاتي لكم هين حلقة دا سورنس قال الاسماعيلي ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس في المسجر بحال قال ابن حجر فأجيب بأن كونه كان في المسجر صريح من هذا المعلق واما التحلق واما التحلق فقال المهلب شبه البخاري جلوس الرجال في المسجر حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق حول العالم حول العالم لأن الظاهر انه صلى الله عليه وسلم لا يكون في المسجر وهو على المنبر الا وعنده جمع جلوس محدكين به كالمحلقين محدكين ناظرين إليه والله أعلم وقال غيره حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة وهو الجلوس وحديث أبي واقر يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق واما ما رواه مسلم من حديث جابر ابن سامره قال أكوي حديث جابر تكون صلى الله عليه وسلم وانا منزل الله سلام اسكي ساحبي سني حلقه حلقه اني كوم كوم نانتون قوم سني جويا سني حلقه سني حلقه سني حلقه سني حلقه سني حلقه سني حلقه ما لي أراكم عزين ما لي أراكم عزين يعني تيغن انكوا ررع به كون وررعبوا متفرقين قال أبن حجر فلا معارضة بينه وبين هذا لأنه إنما كره تحلقه على ما لا فائدة فيه ولا منفعة كي نان عند أبن حجر يتكي تشروع دسنكي كوم حلقه دسكي باما يأمفاني بشي سني حلقه سني سيدي اللفظين دمز الله يبقى ديكي وامالي أراكم عزين أنا أكي فهمتكي وامسو إنكار ررعبوا سني قودا أنوان نظري ذا عيو مراجعا كونو أي حادي ذيه سمق ررعبوا دسنكي يلا شيني يحي ذما ظاهري لتشي وامالي أراكم عزين فإن الله يبقى دسكي باما يبقى دسكي إلا داي ذما أحسن الله إليكم قال باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترق في المسجد واضي عن إحلى رجليه على الأخرى وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيبي قال كان عمر وثمان يفعلان ذلك باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل ين قوان تيكي مصلاة تيريرا هو عميتيك أوها ين قوان تي هاي مصن دكوية حاني وان دي زواك وان نوكو تو تو جين دكي دكوية نام بخاري ياكاوها لتشي ياكاوها لتشي ناقوان تاوا شيني كالشي دام غني تو جين دكوية حاني تو آنحنا كيفان نانقونيا قاديو قوانتا كيفان رياران بابو حياء تشكي تاواقار كنواي اما إذا مينيزون با لوقتين كاراتو با إلى آنحان تاكي قيلو ل تشكي آنحان تاكوانا تو إنا أغي استلقاي سنا هوتوني كنن نانكو مون ينتاب وحينا لكي هوتا كي اخر ناكوان ايبابه إلي قوانتا كيفان تو آنحان تاكيلو لمن بابي أو ل�ا آنحان تاكي قاديو سيوسيقى يقول منا منهم يقول منا لا تفعل من أبنائي هذا يقول منا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عم محمد عن ابن شهاب الظهري عن عباد بن تميم عن أمه عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه عبد الله بن زيد ابن عاصم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى عن ابن شهاب قال كان عمر وعثمان يفعل ذلك عمر وعثمان سمسنا 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 ينسنا قال المازري إنما بواب يعني البخاري على ذلك لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى لكنه عام لأنه قول يتناول جميع واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره عليه فلا يأخذ منه جواز لكن لا يدعي الخصوصية لفعل الصحابة بعده صلى الله سلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس وبه قال الحسن عيوب ومالك قال حدثنا يحي ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن زبير أن عاشة زوج النبي صلى الله عليه سلم قال لم أعق الأبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه صلى الله صلى الله وعشية ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف القرآن من المشركين آآ غاب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالنس أي مسلا تي إن بي شوط ومتاني كو إن متاني بدأ شوط لشي إذا ينزم أور بي تار حين يب موت وشي كوس أبا بي هوا كون وإي وان بي دم أسلي دم كان دم ونور ين مصمم نا كن مل كن با حين با نان دم مصلا فين أسلي وكما أن كيبان شوط با نا كو وان 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 موت نكي بقاط شوط وان سي مصلا تي كي تو صور وان با حكم با محين إن يز ما بدأ تر با بدأ كوم با سا ومد المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالنس وبه قال الحسن وعيوب ومالك قال حدثنا يحياء ابن بكير هو أبو زكري المسري توف في سنة مائة وإحدى وثلاثين وهو ثقة في الليث وتكلموا في سماعه هنا عن مالك لا عن مالك أفوان لأن هنا هو روى عن ليث هنا وليس فيه إشكال ثقة في الليث عن ليث هو ابن سعد عن عقيل عقيل ابن خالد عن ابن شهاب الظهري محمد ابن مسلم قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوية النهار قيد قد قانقر مي كوك ما قانقر ولي ودا بن وني صيني بكرة وعشية صيني طرف النهار صلى الله طرف النهار ثم بد لأبي بكر ونهار 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 فبتنى مسجدا بفناء داره سي يجد مسلات هيل أوهار قد انش فناء ساحة البيت الأمامية يعجبون منه وينظرون إليه سنا كاللنش وكان أبو بكر رجل بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن بيما لك إدن شي طبعا قال زفد هايا وهاوا إذا نهار قرآني فأفزع فأفزع ذلك أشراف قريش سي ونهار وصدق كم قريش وصور سك زابر من المشركين المشركين سوال غير جاي زكاة لأن لأن سكو مات سوش كم سلين سوال 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 يغلق عليهم الباب قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن نبي صالح عن نبي حريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوق خمس وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأسنا وعتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى أدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له واللهم ارحمه ما لم يحدث فيه نعم باب الصلاة في المسجد أو الصلاة في مسجد السوق صلى تجمع صلاة تنكسوا صلاة تنكسوا صلاة تنزاع سبدا زوم متاني كو كوم بغتوس وان لوغتين مادا إذا ما باكلنا أكي صلاة تنكسوا سلوغتين داكي هذا هذا النقاس ينان ياهل وصلاة ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب ابن عون ياي صلاة تنكسوا نعم صلاة تنكسوا واندا أنا ريحي أوهاء ينصنش كاكسوا واندا قطع لما يكون دكي إنكار صلاة تنكسوا صلاة تنكسوا صلاة تنكسوا ياي صلاة تنكسوا ما صلاة تنكسوا أنا ريحي أوهر قدر قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية أدن أعمش عن أبي صالح عن أبي حليلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة صلاة الجميع تزيد على صلاة في بيته صلى التارو صلى الجماعة تابي صلى المطن أتكين قدنش وصلاة في سوق إيه قمطاه صلى شي أكاسو صومي خمسا وعشرين درجة صو اشرين دا دير كينا تند صلى تا مسلا تجمئي تالين كصلى قد صو اشرين بركينا إيه تمات أهلت يا كار يبال لك يتر رسا بس مقار اللا دا فإن أحدكم قطبسيلي قابان دوم من دي ينكو إذا توضأ إذا يا الله فأحسن يكيو تعالو الله أي فأسبغ الوضوء وأتى المسجد يزوم صلى لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة فأشأ الله يأ لغ مدرجة وحط عنه خطيئة كم يا سب كي حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه هذا ما تقول صلى تصعد تصعد وتصلي عليه الملائكة ملائكوس نميس الدع ماذا في مجلسه الذي يسلي فيه ما تقر ينا ما زمن عند ذي صلى اللهم اغفر له صلى الله قفر تام اللهم ارحم الله ما لم يحدث فيه عاو سل شكرا اللهم اذا ما مصانده قوة بياني كان صلى جمعيش مواجبيني كوبا جمعا باجبيبا اقويدة لليسو ساي ماسو كارحواتي وصل زوا صلى غواجبيني هذا شايا يون شما لما يسون غير تنتي شايا مستحبيني مادي لليسو قليسو ساي ونوظ الله يكاو وعيدي لسانا انتاو غواندا بيجيبا ونشي كنو كارفين زوا مواجبي متننا احسن الله إليكم قال باب تشبيك العصابع في المسجد وغيره قال حدثنا حامل بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقل عن عبيه عن ابن عمر أو ابن عمر شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الهديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقل عن نبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا قال حدثنا خلاد بن يهيا قال حدثنا سفيان نبي بردة بن عبد الله بن عبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا بن شميل قال أخبرنا بن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي لعشيه قال بن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسر شبك بين عصابعه ووضع خده الأيمن على ظهرك في اليسر وخرجت سراعان من أبواب المسجد فقال قصرة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله نسيت عن قصرة الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقال نعم فتقدم فصل ما ترك ثم سلم ثم كبر سجل مثل السجود أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر سجل مثل السجود أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبيت أن عمران بن عصين قال ثم سلم نعم باب تشبيك العصابع في المسجر وغيره سرق سرق بيان ون كنا كنت نشي كما صلاتي كو ون صلات دك لسند مخارك ونن رحمه الله سن نون هالتي جن إما لكو هذا سند كان نون دهاني الوكيس السيغر وان ين واسع وكما بند بيدات قال حدا سلا حامد بن عمر هو أبو عبد الرحمن البصري توفي سنة مائتين وثلاثة وثلاثين وهو ثقة عن بشر ابن الفضل ابن المفضل عفوا عن بشر ابن المفضل وهو أبو إسماعيل كما مر البصري توفي سنة مائة وستة وثمانين وهو كما قال ابن حجر في التقريب ثقة ثبت عابد عن عاصم ابن محمد ابن زيد العمري وهو ثقة أيضا حدثنا واقد وهو ابن محمد العدوي عن أبيه محمد ابن زيد ابن عبدالله ابن عمر الخطاب القرشي كذلك العدوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شبك النبي صلى الله عليه وصلى أصابعه هكذا النبي صلى الله ياسرك كويا درمي هاننش سكن جونه وقال عاصم ابن علي قال حدثنا عاصم ابن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول ناجي بابان ناجي وقال عبدالله قال رسول سلام يا عبدالله ابن عمر يا كي عبدالله ابن عمر كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس يا ذا كي إذا وقد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين عصابيه هذا أسلم شكوا كي أسلم بك كم الحميد يا كي أسلم من الصحيح الناس كيف بك إذا بقيت في ثلاثة من الناس وقد مرجت عهودهم وأماناتهم يعني يا ذا ما باب القول يقول تاك ليد ليش عن قول أمانة باب يا تاك ليد كان أمانة واختلفوا فصاروا هكذا بمعنى باك نقول وانا نقول وانا نقول وانا يخوف فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن هذا هذا يمكن شاهد بي الضبع وانا أمانة يضع أسكيم وطا دريق أتا أثار كهديث قال حدثنا خل خل دب ويحيا قال حدثنا سفيان عن أبي بر ابن عبد الله ابن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و قال إن المؤمن للمؤمن كلب نيان مؤمن مؤمن كما يشد بعضه بعض ساش وشب بين عصابي سي ترمي عن شاك وانا تشبيك دم دك يانا نون نا إلم كو شرح وط مسألة نبق تاني يعني إما كو حني سألو كي حني كن من ذي بعد أن فان با كو ذي لن ير وان الشي ذا حن قَال ذلك حديثة ذلك صحو كانت هناك شرح الناش قال ابن سيرينا ابن سيرينا ابن سيرينا سماها ابو هريرة ابو هريرة يا جي و لكن نسيت سيدني نامان قال فصلا بنا ركعتين سيبان زال يا ركع بيو ثم سلما يسلم فقام الى خشبة معروضة في المستد سيبان دالتاش يهد كوما جمبا وجوان اتش داخ قلم اتش كما صلا جمبا فاتك عليها سيكيش انجد يطور قيو هنونش ايكيش انجد لك انت فك انه غضبان كما ينا تكن وشي رانش بتاباش اكو ووضع يده اليمن على اليسر يطور هنونش ندام سمن نهق وشبك بين عصابعه يطور هنونش كو كم استر كاس تكن جم ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسر يطور كمت سمن با ين حنونش با ين تاب حنونش نهق واخر يتسار عنو وانا سيبر انا يوم مسل تات حك حنون دام ادن كسر كاس سيك دور كمت كن دام سمن با ين حنونش محق كينا على من ن دام كو دام و كو ون او شينا صفة نحو وخرجت السرعان من سلم ركا هل زائ يا سلم اتش كنت بيو سور ما عين قو غ صن هل صن عش ون عبر اي كن شو ن صن من ابواب المسجد فقال صورة الصلاة صل صلاة 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 دار ركا هل دار ركا بيو وفي القوم ابو بكر وعمر اتش كن جمع دك ابو بكر دعم فها بان يكلم وفي القوم رجل اتش كن جمع في يديه طول يقال له ذول يديني انا تسمي ذول يديني اما شين ذول يديني يكو ذو الشماليني ان شاء الله قال يا رسول يا رسول الله انا انا سيت ام قصرة الصلاة شن من توا كيه كوكو الرجي صلى انه قال صلى الله عليه وسلم لم انس ولم تقصر سي من انس ولم تقصر سي سي ذول يديني تبط ولم تقصر فقال سي من ذول يديني اكما يقول ذول يديني شين فقال نعم سي ايه سي انا هكا نعم توا من ذول الله فتقدم فسل ما ترك سي مذلا شك غب يتش ك رك بي دي بري ثم سلم سلم ثم كبرا وسجل مثل سجور او اطول با سلم سي كبرا يئ سجل دي كوكو ما فس او كدن ثم رفع رأسه سي اتدو كان شي وكبرا ثم كبرا وسجل مثل سجور او فربما سألوه سنت بايش ابن سيرين ثم سلم سي ارواية تون دي كامنا با روت سلم سلم فا يقول نبيت ان عمار ابن حسين قال ثم سلم امرا ابن حسين ابو رير ثم سلم تبس حكا نئم او ارواية شرح سجور السحو انشاء الله تعال اما مهل شاهد انا اا تابع النا او اما 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 او حدیس ان ابو دا سلم ذي تابع حدیس اما يتوضع أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكنا وفلا يشبكنا يديه فإنه في صلاة كنا أنا أتوكر هاني عمث عمكوهي كوكوما هاني إذا مطنيا إذا نيروا سعطة ناقص شكين صلى بيدا شكا حياتا إذا نتوا سعبا نعم ها أنكاو ذكري يا يزو نعم مثالة 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 بقية يعني رعاء غير شراف الناس ما تبقح مثالة نصنع ما قالوا في هذه الأحاديث الأحاديث التي جاءت في النحي قال ابن المنير مع هذا الحديث التي تتلل الجواز التحقيق أنه ليس بين هذا الحديث تعارض إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس قال ابن حجر قلته هو في حديث أبي موسى وابن عمر كما قال بخلاف حديث أبي هريرة وجمال إسماعيلي بأن النحي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاسدا لها إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي وحديث الواب أدال لعل جواز خالية عن ذلك أما الأولان فظاهران وأما حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف في الصلاة والرواية التي فيها النحي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمنا يعني ذكر أنها ضعيفة وهي حديث وإن أحدكم لا يزال في صلاة أول الحديث إذا صل أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن تشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه قال وفي إصناره ضعيف ومجهول وهو كذلك فيه كلام فيه كثير لكن في آخره حسنه الحيثمي وكذلك الصحوة العلباني رل بجميع طرقه قال في هذه الروايات ضعف كما أشار يعني ذكر الحافظ رحمه الله تعالى قال فهي غير معارضة يعني الحديث الضعيف لا يعارض الصحيح لهديث أبي هريرا كما قال ابن بطال أختلف في حكمة النهي عن التشبيك فقيل لكونه من الشيطان كما في بعض الروايات وقيل لأن التشبيك يجلب النوم وهو مما ظن الحدث وقيل لأن سورة التشبيك تشبه سورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه وهو قوله سوصا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم هذا الحديث فيه عكام أخرى تتعلق بحكم النسيان من الأنبياء وحكم سجود السهوي وحكم الكلام في الصلاة لمسرة الصلاة وحكم الحركة أو الصرف عن القبلة بعذر كل ذلك إن شاء الله سوف يأتي في أبواب السهو إن شاء الله تعالى قريبا ونقف هنا نستمر فيما بعد إن شاء الله تعالى والله تعالى ألم وصلي الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم ومائنات أممانين سيدا مالي تشمعنا